إذا كان المسيح عيسى بن مريم الوحيد المشهود له في القرآن الكريم أنه تكلم في المهد فهل هناك آخرون تكلموا صغاراً قبل أن تفسر آذانهم أحرفاً من كلام البشر؟ ولماذا أنتقهم الله ومن الذي حدث بعد كلامهم؟ أتت مريم عليها السلام إلى قومها تحمل بين يديها صغيرها المسيح عليه السلام وبينما حاول المغردون أن يتعرضوا لها بالكلام كان في حقيقته بهتاناً عظيماً أشارت هي إلى صغيرها كما أمره الله أن تفعل نعم تكلم المسيح عليه السلام حينما أشارت إليه والدته فقال إنه عبد من عباد الله قضى الله بأن يعطيه الكتاب وهو الإنجيل بل إن الله جعله أيضاً نبياً يدعو إلى عبادة الله وتركي ما سواه تلك هي القصة الثابتة بشأن المسيح وكلامه في المهد إلا أن كتب التاريخي والسيرة لا زالت تروي قصص عدد من الصغار الذين تكلموا في المهد ومنهم الصغير ابن ماشطة التي كانت تعمل في قصر فرعون كانت هذه الماشطة تمشت شعر ابنة فرعون وسقط من يدها المشطة فمدت يدها إليها تستعده وتقول بسم الله ذهلت ابنة فرعون من كسمية الماشطة حينما قالت هذه الكلمة وسألتها هل تقصدين أبي فرعون ردت الماشطة على ابنة فرعون وقالت لها لا لست أقصد أباك هناني أسمي بسم الله ربي وربك ورب كل شيء وصل الخبر سريعاً إلى فرعون وصمم أن تزوق الماشطة وأبناؤها أشد العذاب وأخذ يسأل نفسه من ذلك الذي ينكر ألوهيتي ويعبد إلها غيري أصدر فرعون أوامره العليا بتعذيب الماشطة وأبنائها وأمر بإحضار إناء كبير فيه زيت مغلي وأمر فرعون بسحب أبناء هذه الماشطة ابناً ابناً لكي يقهرها وتعودوا عن عبادة الله وتؤمنوا بفرعون لكن وماذا يفعل التعذيب بقلوب آمنت بربها فرزقها الثبات في الدنيا والآخرة أخذ الجنود يسحبون أبناء الماشطة وكل منهم يستغيث ويبكي ويتوسل لعل رجال فرعون يرقون له أو يتركوه لكن رجال فرعون كانت قلوبهم مثله كالحجارة أو أشد قسوة ألقوا أربعة من الأبناء في الإناء حتى ذابوا أمام أعينها وجاء الدور على أصغرهم كان ذلك الصغير لم يتجاوز من العمر أشهر وحينما سحبوه من ندي أمه نظر إليها كما لو كان رجلاً ناضجاً لم يهتز ذلك الصغير رغم أنه كان في المهد ولم يكن يدرك الكلام وقال لأمه في الماشطة اصبري يا أماه فإنك على الحق وقيل إنه قال لها إلى اللقاء في الجنة الصغير الآخر الذي تكلم في المهد هو صاحب جريج الذي كانت أمه تناديه ويصلي فيقول يا رب أمي وصلاتي وكان يقصد بذلك أيهما أو لا لكن الأم كانت تكرر النداء وفي المرة الثالثة لم يرد فدعت عليه الأم أن لا يرحل حتى يرى وجوه المجبوهات أخلاقياً استجاب الله دعوة أم جريج وبالفعل قررت إحدى المجبوهات أن تكثنه واتفقت مع قومها على ذلك فحملت من راعي غنم ولما ولدت اتهمت جريج بأنه ارتكب معها الحرام وأن الصغير الذي أنجبته هو ابنه قام القوم على جريج وازالوا صومعته التي كان يتعبد بها وبدأوا في تأديبه فطلب منهم أن يسمحوا له بالصلاة فصدى وسأل الصبي الصغير من أبوك؟ قال الصغير ونطق مبكراً أبي هو الراعي فلان فاعتذر القوم إلى جريج وعرضوا عليه تعويضاً ببناء صومعة من ذهب فرفض وطلب أن تكون ممكن من تكون ممكنة؟